مجمع الأندلس التعليمي تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسلامية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أحبائي طلاب الصف التاسع وحييكم وأقدم لكم هذا الدرس الجديد بعنوان جمع وطرح المقادر النسبية الحصة رقم واحد ودرسنا اليوم هو المثال الأول في صفحة 185 البداية مع المثال الأول في صفحة 185 المثال بيقولك إيه أو جدنات الجمع عايزك تجمع طبعا الجمع يا شباب على طول أول ما تشوف كلمة جمع وطرح عينك على كلمة توحيد المقامات هنا المقام كم إكس زائد 4 والمقام كم إكس زائد 4 على طول هكتب المقام نفسه إكس زائد 4 هو وهنروح على البسط هنجمع البسط مع البسط البسط الأول كم إكس هكتبه إكس وبعدين زائد هنا كم خمسة هكتب خمسة خلاص يبقى الحالة عبارة عن إكس زائد 5 قسمة إكس زائد 4 ويتحلت المسألة بس يعني المقام نفسه وبنجمع البسط مع البسط ننتقل للسؤال التالي السؤال التالي هو عبارة عن أوجد ناتج جمع إكس على إكس زائد 6 زائد 6 على إكس زائد 6 نفس الكلام عزي الطالب المقام متوحي جاهز فأنت هتكتب إكس زائد 6 هو هتكتب إكس زائد 12 لا هو إكس زائد 6 بس نفس المقام تعال على البسط تكتب البسط الأول اللي هو إكس زائد البسط الثاني اللي هو كم 6 طيب لما يكون الناتج مسألة عبارة عن إكس زائد 6 قسمة إكس زائد 6 يسوي كم؟ نعم يسوي 1 خلاص المسألة كده خلصت المسألة ننتقل للسؤال التالي هو المثال رقم 1 أوجد ناتج جمع طيب أولا لازم لو فيه تحليل لازم نحلل يعني هنوضح هنا إكس دربعة زائد 3 إكس وهنا إكس وإكس زائد 3 طيب تعال أحلل خد إكس عام مشارك من المقام المقام إكس عام مشاركة هو يبقى إكس زائد طلعنا الإكس من جنب الثلاثة بقى إليه الثلاثة وفوق اتنين إكس زائد كم زائد واحد زائد الكسر الثاني المقام متحلل وجاهزة هو إكس في إكس زائد 3 وتعالى على البسط هبارة عن ثلاثة إكس زائد كم ناقص ثماني الكلام دا يساوي إيه رأيك في المقام؟ المقام نفسي أستاذ نفس المقام هو نفس المقام اكتب المقام مرة واحدة مش مرتين يبقى إكس في إكس زائد 3 أوكي تعرفوا؟ ناخد نجمع البسط مع البسط يعني ناخد البسط دا اللي هو إتنين إكس زائد واحدة هو إتنين إكس زائد واحد ونجمع لعلامة الزائد دي إليه هنا زائد ثلاثة إكس ناقص كم؟ ناقص ثماني شغلك كله مع البسط المقام خلاص انسى المقام المقام نفسه أهو إكس في إكس زائد ثلاثة شغلك مع البسط عايزي الطالب روح جمع اللي في البسط عندك هنا اتنين إكس وعندك ثلاثة إكس يعني كم؟ يعني خمسة إكس تمام وعندك هنا زائد واحد وناقص ثماني يعني كم؟ يعني ناقص سبعة خلصت المسألة عزي الطالب أصبحت المسألة عبارة عن خمسة إكس ناقص سبعة على إكس في إكس زائد ثلاثة ننتقل إلى السؤال التالي وهو عبارة عن حاول أن تحيل ناتجم فيه المقام نفس المقام البسط هنجمعه مع البسط أوكي المقام نفس المقام يعني هكتب المقام مرة واحدة بس أهو اتنين إكس زائد ثلاثة تعالي على البسط نجمع البسط مع البسط هنجمع البسط مع البسط عزي الطالب يكون عشرة إكس وبعدين ناقص خمسة وبعدين زائد ثمانية وبعدين ناقص أربعة إكس تمام يساوي المقام نفس المقام يا أستاذ المقام ليس فيه أي تغيير إطلاقا تقول لك المقام إنساء اتنين إكس زائد ثلاثة تعالي على البسط خد العشرة إكس مع السالب أربعة إكس يطلعه كام؟ نعم ستة إكس وخد السالب خمسة مع الموجب تماني يطلعه كام؟ زائد ثلاثة وخلصت المسألة على كده عزي الطالب ليس فيها أي اختصار ولا فيها أي شيء إطلاقا انتقل إلى السؤال التالي أوجد ناتج جم إكس نقص خمسة على إكس نفس الكلام بالضبط عزي الطالب المقام نفس المقامه المقام والمقام نفس الشيء يبقى هتكتب حط المقام نفسه إكس زائد خمسة تعالي على البسط اكتب البسط أول إكس نقص خمسة تمام وبعدين هكتب زائد أهو وهكتب إيه البسط الثاني اللي هو ثلاثة إكس ثلاثة إكس ناقص واحد وعشرين طيب تمام اذتلك بالنسبة للمقام ليس فيه أي تغيير المقام نفس الشيء تماما المقام نفسه أهي إكس زائد خمسة طيب تعالي على الأعرض لفوق هتأخذ الإكس هذا مع الثلاثة إكس يطلعه كام نعم أربعة إكس وتعالي على الناقص خمس مع الناقص واحد وعشرين يطلعه ناقص كام ناقص ستة وعشرين وخلاص المسألة انتهت كده واختصرنا المسألة أوجه معنا لإيه طيب إذا طلب منك المجال هه مين يقول المجال يسوي كام المجال هو إكس لا تساوي سالب خمسة خلاص ننتقل للسؤال التالي هنا إيه رأيك المقائم والمقام نفس الشي اكتب المقام نفس الشي اكتب المقام إكس زائد سبح تعالي عزي الطالب روح على البسط هتأخذ البسط يجمع أربعة إكس زائد تسعة ها في شيء في اختصار لا خلاص خلص خلص المسألة طيب المجال يا أستاذ المجال يا أستاذنا عبارة عن إكس إكس لا تساوي سالب سبعة بس إلى هنا عزيزي الطالب نكون قد انتهينا من درس اليوم على أمل أن نلقاكم إن شاء الله في درس جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته